السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشد الطرفية في مقطع جديد يتعلق بأسبوع تقويم التعلمات ودعمها وتوليفها الخاص بكتاب الجيد شريريات للسنة الرابع من التاليم الابتدائي أحبائي في هذا المقطع سنتعرف على أجوبة الصفحة رقم 27 من كتاب المتعلم والمتعلمة والصفحة رقم 28 سأتركها لكم في أول تعليق وفي صندوق الوصف ونبدأ على بركة الله بالسؤال أو التمرين الأول مطلوب منه أتعرف الخطأ في كل مقارنة وأصححه في دفتر القسم نعم هذا التمرين نحن سنقوم بالإجابة عليه نعم وأنتم ستقومون بإنجازه مع الأستاذ داخل الفصل إذن لدينا رقم 43500 أصغر من 105 ضرب 386 نحن لا نستطيع أن نعرف هذا الرقم أصغر أكبر إلا بعد نقوم بإنجاز هذه العملية يعني هذه الجودة نقومه بالحساب لكي نعرفه النتيجة نعم أحبائي عندما قمت بإنجاز العملية 105 ضرب 386 عفوا كانت النتيجة نعم 40503 أنتم قموا بإنجاز العملية وتأكدوا من النتيجة إذن بالنسبة لنا 43500 هل هي أصغر من 40503 إذن لا 43500 أكبر إذن العملية الصحيحة التي نكتبها غنروا 43500 أكبر من 40530 تفقنا لكي نميز ما بين الرمز أصغر وأكبر لدينا طريقة لكي يشتغلوا بها الجميع هي وضع خط بهذه الطريقة ونقرأ الرمز إذن بهذه الطريقة كنقرأ هذا الرقم السبعة وهذا الرقم أربعة إذن شقول أكبر وش سبعة أو أربعة إذن سبعة هو الأكبر إذن هذا الرمز أكبر إذن 43500 أكبر من 40503 العملية الثانية عن نباء عندنا أيضا عاود 32910 زائد 32910 نعم أكبر من 652910 نعم نقوم بجمع هذه العملية ونلاحظ نعم إذن نتيجة أحبائي عندما قمنا بعملية الجمع أتتنا 65820 إذن نتيجة كانت 65820 إذن أنا قمت بالكتابة إذن هل هذا الرقم أكبر من 652 ألفا لا بطبيعة الحل لأن هذا الرقم يتكون من 6 أرقام وهذا الرقم من 5 أرقام إذن هذا الرقم أصغر إذن نضع رمز أصغر إذن 65820 أصغر من 652910 أصغر الآن العملية نعم لدينا عملية الطرح نعم سنقوم بطرح 97088 من 99683 ونلاحظ النتيجة إذن أحبائي العملية هي كالتالي معنا 99663 ناقص 97088 النتيجة كانت هي 2595 259 وعفونا هنا 95 نعم 95 وعنا 2500 إذن هذا الرقم عندنا الرمز أكبر من 1500 هل صحيح أم خطأ إذن العملية خاطئة عفونا لأن هناك رمز أصغر وليس أكبر هذا رمز أصغر يعني 2595 أصغر من 2500 عفونا إذن العملية خاطئة إذن نصحوا الرمز فيكون 2595 أصغر من 2500 الآن ننتقل للتمرين الثاني ألون الجواب الصحيح فقط رقم مئات المجموع 47 4886 زائد 2889 هو هل هو 8 أو 7 أو 6 أو 5 ضروري نقوم بجمع هذه العملية باش نشفو رقم المئات إذن أحباء العملية الكولة أنا أقوم بإيقاف المقطع وأنجز لكم العملية حتى لا أطلع عليكم إذا كان يعني وقم طول عليكم مش مشكل خلونا نفتغلق هنا إن شاء الله نقال شرح لكم بطريقة يعني كيف كان قولو من لول حتى الأخرى غير أنا كنحاول غير باش من طول ش عليكم المقطع فقط إذن النتيجة دينا دينا هذه العملية كانت هي 600 أو 68 700 وإذن نحن نطلع منها رقم المئات نعم رقم المئات هو رقم 7 طفقنا مني كنحسب باش كنعرفوه لأن هذا كنسميه رقم الوحادات هذا رقم عشرة هذا رقم المئات هذا الالف وهذا العشرة الالف إذن عنا رقم المئات هو 7 إذن اللون لغلونه أو الرقم لغلونه في الكتاب دينا هو رقم 7 ثم بعده عنا رقم مئات الفرق دي 50 809 وناقص 17 904 إذن العملية أحبائي أو النتيجة دينا هي كالتالي هي 32 869 إذن الرقم المئات في هذه العملية أو في هذه النتيجة هو رقم 8 نعم رقم المئات الفرق هو رقم 8 نعم الآن عنا آخر عملية في التمرين 2 رقم مئات الجداء سنقوم بهذه العملية للضرق باش نعرف رقم المئات إذن أحباء النتيجة هي 10500 قوموا بإعادة كتابة هذه العملية حتى تتأكدوا منها إذن رقم المئات نطلو منا رقم مئات الجداء نعم رقم مئات الجداء هو رقم 5 هو رقم 5 إذن عنا رقم دائما كمدو من اليمين رقم الوحدات العشرات والمئات إذن نلون الرقم 5 اللي هو الخانة الأولى فهم ثم الآن ننتقل للتمرين 3 التمرين موالي نطلو منا أحدد أربع أشكال الهندسية على الرسم التالي ثم أحدد رقوص كل شكلين وأكتبوا اسمه نعم الشكل الأول نبدأ بالشكل الأكبر هو المستطيل هذا الشكل الأول ثم عنا شكل متوازي الأضلاع اللي بلول الأخضر وعنا المثلث اللي عنا باللون الأصفر عنا جوج دي المثلثة تفقنا ثم عنا الشكل الأخير اللي هو شبه منحارف نعم عنا جوج دي الأشكال اللي نقدر نعتمد عليها إذن الآن مطلوب منا أننا نحدد الرؤوس دي له مثلا المستطيل الرؤوس دي له نعم كتبوا لكم منها تمرين راقم ثلاثة إذن الشكل الأول المستطيل عنا مستطيل نعم مستطيل الرؤوس دي له A B C D عنا متوازي الأطلع متوازي الأطلع الرؤوس دي له A E A C F وعنا مثلث نعم مثلث ندير هذا A F D A F D وعنا شبه منحارف نعم شبه منحارف ناخد هذا A A C D طفقنا إذن هذا بالنسبة للإنجاز تمرين رقم ثلاثة ثم الآن سؤال تمرين رقم أربعة نعم نعدي لكم كتاب سجل يوسف معلومات عن النشرة الجوية في المدراج التالي ألف المدينة التي عرفت أقل كمية من الأمطار هي ثم وفي القيس بالمليمتر المدينة يعني هذا هو الميبيان دينا ونطلب مننا أن نحدد المدينة التي فيها أقل تساقطة المطارية نعم هنا تساقطة المطارية بالمليمتر وهنا لدينا المدن إذن نشاهدو هذا هو كبير أقصر عمود من هذه الأعمدة إذن vez المدينة هذه الأatchet هي من خلالك تساقطت أفضل المدينة ومدينة العمود التاني والتي هل تساوينا هي مدينة فاس و مدينة أسافي كن pitched وعندنا المدينتين الثانيين مدينة فاس و مدينة أسافي ما قطنيش هنا فين كتب فاس وأسفي نعم الكمية بالمقياس بالميلامتر بالنسبة للربط والقنيطرة عندهم 4.5 يعني بالنسبة للفاس عندهم 4.5 ميلامتر هذه اللولى ثم بالنسبة لمدينة فاس ومدينة أسفي عندهم 6 ميلامتر نعم هذا بالنسبة للجواب دينا على السؤال 4 السؤال 5 مطلوم مننا أننا ندرجوا هاد الأعداد هذي نعم في هاد الخط اللي عنا إذن بالنسبة للرقم الأول عنا 35 ألفا يعني 35 ألفا غيجينا قبل 10 ألف إذن تقريبا هنا المنتصف ديال 10 ألف يعني تقريبا غيكون هنا 50 ألفا إذن 35 ألفا غيجيب هذا الموحد يعني قبل 40 ألفا لأن المستقيم يعني غير مدرج ومدرج يعني إحنا غادي نحاولوا ما أمكن ندروا رقم تقريبي ثم عنا 90 ألفا اللي هي قبل 100 ألف تقريبا هاد الموحد هذا أو هاد المستقيم هذا نقسمه على عشرة باش كي يساوينا باش نجيبوا الرقم 90 ألفا ثم الآن عنا 150 ألفا اللي غد كون ما بين 100 ألف و300 ألف يعني المنتصف ديالهم 100 أعفوا هذي خطأ ماشي 150 ألفا لأن هنا يا قناتظر لأن هنا غد كون 200 ألف إحنا 200 ألف إذن المنتصف ديال ما بين 100 ألف و200 ألف غد كون هي 150 ألفا نعم ثم آخر رقم إذن بقلنا الرقم اللي بقلنا هو 45 ألفا إذن غنجيبوا لهذا الميبيان هنا غد كون 40 ألفا فهذا الخط هذا نعم و 45 ألفا يعني بمعنى المنتصف ديال ما بين 40 ألفا وخمسمائة ألف عفوا أعطا دي كي يمشوا الأرقم هنا 400 ألف وليس 40 ألفا 400 ألف و 500 ألف يعني المنتصف ديالهم غد كوننا هاد الرقم ديال 45 ألفا إذن بها الطريقة نعم نزل واحد صفر 450 ألفا حتى هنا يا نعم هنا يا 20 200 ألفا نعم وهنا كذلك 150 ألفا أربع أصفر نعم كنت صحيح باش ما نكونوش خطيتنا من الصراحة خطيت فهدو نعم نحن صحيناه ثم السؤال السادس أحيط الجواب الأقرب إلى المجموعي أو الفرقي لما يلي نعم مطلوب منه أننا نحدو يعني الجواب الأقرب يعني هاد الأجوبة هاد ماشي بالضرورة يعني غير يكون نقص واحدة الرقم أو رقمين حنا غير نحدو الرقم الأقرب لهذا النتجة إذن نقوم بعملية الجامع بعدها لهذا الأرقام باش نشوفوا النتجة أولا ونشوفوا الرقم الأقرب لمجموع دياله إذن بالنسبة للعملية الأولى أنا درت الرقم الأكبر رغم أن عملية الجامع الأرقام ما كيهمش الترتيب تفقنا مشي في عملية الطرح ولكن أنا قمت بالترتيب من الرقم الأكبر للأسخر النتجة كانت ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة إذن نتجة نكتبه لكم هنا يا ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وأربعة إذن ما هو الرقم الأقرب؟ يعني الرقم الأقرب من هذه الأرقام إذن عنا هنا ستة وثلاثون ألفا وعنا تسعة وثلاثون ألفا من هو الرقم الأقرب لستة وثلاثون؟ نعم هو هذا الرقم إذن هذا هو الأقرب للنتيجة الصحيحة لأنه فقط الاختلاف عنا في المئات والوحدة عكس هنا يعني تسعة وثلاثون ألفا يعني الرقم ره كبير على ستة وثلاثون ألفا بالنسبة للعملية الثانية عنا عملية الطرح نعم هذه عملية الطرح عنا مئة واثنانين وعشرون ألفا وأربعة وخمسة أربعة ناقص ستة آلف وستمائة واثنعشر النتجة هي مئة وخمسة عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون يعني النتجة تباعد هنا مئة وخمسة عشرة ألفا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون إذن نقررنا ونرى الأرقم لأقرب عنا هذا الرقم هذا مئة وستة عشر ألفا وعنا مئة وتسعة عشر ألفا إذن هذا محضا 11 يعني ولكن كل الاختلاف هنا الرقم دي الألاف نعم هنا عنا تسعة وهنا عنا رقم ستة إذن كنها هو الرقم الأقرب للرقم الخامسة إذن هو رقم ستة إذن النتجة الصحيحة هي 11600 وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس الدرس الموالي أو صحة الموالية إن شاء الله ستجدونها في صندوق الوصف وإلى اللقاء